طلبات كثيرة وغير مسبوقة للعائلات الجزائرية من داخل وخارج الوطن على الحجزات بمختلف الفنادق والمركبات السياحية بولاية بيجاية من أجل قضاء عطلة الصيف وسط ارتياح كبير في الخدمات الراقية والتنوع السياحي الذي تمتاز به مناطق بيجاية طبيب عند الدولة عام كانوا نخدم نجيل هنا بوما وابوزينا والعائلات يشوفوا الدي يضحكوا يلعبوا الحمد لله لنا المستوى طلع notre pays est un très beau pays donc il faut le visiter il faut le voir on a des endroits magnifiques des endroits paradisiaques qu'il ne faut pas rater surtout les vacances on a les plages on a sahbant million et meuf شاهد ils ont combattu ils ont combattu pour qu'on ait notre indépendance le piscine جل المؤسسات الفندقية العمومية والخاصة بولاية بيجاية تعمل وفق صيغة السعر الموحد استثنائيا خلال عطلة الصيف وهذا لتمكين عدد أكبر من العائلة الجزائرية إجتياز عطلة الصيف داخل الوطن والاستفادة من الخدمات السياحية المحلية قلت راحتي هنايا أتمنى لكل واحد يخسر دراهم ويروح يعني يعيغ وكل في الخارج والله يجي لهنا يجي هنايا قريبة واستقبال ما شاء الله الصيف يعني عدد الأسرة هو كين نقص كبير نوصله حتى الـ 90% من طاقة الاستيعاب نعلكوا لحي الأسعار الأسعار اللي أقولها خاصة في شهر جوان وجوية والسبتمبر عندك في شهر أو تكون شوية يعني مرتفعة لأنه يعني لكين ضغط كبير حوالي 5000 سرير موفر حاليا بالمؤسسات الفندقية بولاية بيجايا أصبحت لا تلبي العدد الكبير من طلبة الحجزات بغرض قضاء عطلة الصيف فيما تم تسجيل تراجعا في عدد الجزائريين الذين يقضون عطلة الصيف خارج الوطن سيما بدول الجوار ترجمة نانسي قنقر